التمويل المستدام محور محادثات بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محصن جازولي والمدير العام للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية يوخين بيدرمان لقاء تميز بحضور المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء سعيد إبراهيمي سعيد باستقبال التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية الذي يضم حوال 20 بلدا ومراكز مالية عبر العالم من بينها المراكز المالية لهونغ كونغ وطوكيو ولكسنبورغ القطب المالي للدار البيضاء يواصل وطيرة تطوره وسيستفيد من دعم الحكومة من أجل تقوية الاستثمارات الدولية بالمغرب الجمعية العامة للتحالف وستنعقد هذه السنة بالمغرب وستتمحور المناقشات حول المالية المستدامة والمالية الدامجة وتطوير المهارات في قطاع المالية المحادثات تناولت دور القطب المالي للدار البيضاء باعتباره أحد المراكز المهمة على مستوى القارة الإفريقية ويتيح للشركات والمستثمرين عبر العالم الاستقرار في المغرب وولوج باقي أجزاء القارة تطرقنا خلال هذا اللقاء لمستقبل المالية مع التركيز على المالية المستدامة التي تشكل رهانا كبيرا بالنسبة لمعظم البدان في العالم ولا سيما الإفريقية منها التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية منظمة دولية غير ربحية تمثل أهم المراكز المالية الدولية وتهدف إلى تسهيل التعاون وتبادل الممارسات الفضلة ترجمة نانسي قنقر